السلام عليكم ورحمة الله في هذا البرتة Study Skills سنتعرفه على Learning Styles سنقرأ كل البراجراف ونشرحها لكم بالعربية المهم هو تفهمو كي قلت إنما هالثلاثة Types لتحاولوا تكتبوا تعريف لكل واحد حتى يتحطف أسئلة مباشرة أو تتحطف أسئلة وفي النهاية وفي النهاية الفيديو رضي الكاركتيريستيكس لكل Learning Styles على بركة الله Learning Style influences students' success in college يعني هذه الطرق دي التعلم أو طريقة التعلم أو الأسلوب التعلم تأطر على النجاح دي الطلبة في الجامعة Knowing one's own style of learning is vital يعني المعرفة دي الطريقة أو الأسلوب دي التعلم تكل واحد مهمة بزاف Learning Style refers to the preferred way that you learn process and retain information تنقصده بهذا Learning Style هو دي الطريقة اللي تتفضل أنت تعلم بها وكيفاش تتدرس بها المعلومات وكتعاود تذكر بها دوك المعلومات فاش تتبغيهم It refers to the way you learn best وتنقصده به أفضل طريقة دي التعلم عند الفات Each one of us learns new tasks in different ways because we each have our own style or way of learning يعني كل واحد فيها تتعلم بشي حوالي جداد بطرق مختلفة حتى كل واحد فيها عنده أسلوبه الخاص في تعلم The time of day you study the kind of strategies you use whether you work alone or with a group and even the place where you study are all aspects of your learning style الفكرة تتقول بحل مويزين تعال أسلوب تعلمي ديالك تكون داخل فيه الوقت ديال اليوم لتتراجع فيه شنا هم ذوك استراتيجيز اللي تتستعمل وواش كاتخدم تتقرز عمو توجد بوحدك أو لمع مجموعة وحتى البلاصة في انت تتقرى فيها هاد شي كامنو تيكون داخل في هاداك الأسلوب ديال التعلم ديالك There are three main learning styles كيان ثلاثة الأساليب ديال التعلم الرئيسية اليوم visual auditory and kinestatic visual يعني بصري auditory سمعي and kinestatic حركي You may be a visual learner an auditory learner or a kinestatic learner يعني انت في الأصل واحد من هادا الأسلوب تيكون غالب على الطابعتها الشخصية أما متعلم سمعي أو لا بصري أو لا حركي visual learners learn best by seeing things هذوك المتعلمين البصريين تتعلموا بشكل أفضل فاش تيشوفوا ذاك شل تتعلموا يعني حاسة البصر فعملية تعلم هي لتتكون غالبة auditory learners they prefer directions given orally تيفضل أنهم يسمعوا من عند الأستاذ على أنهم يتلقوا متر المساج دياله ليش حال prefer lectures to reading assignments تيفضل المحاضرة على القراءة participating class discussions تيجبهم تتعجب من مناقشة وصل القسم make speeches and presentations محاضرات الخطابات prefer reading text out loud تيجب من قرأوا بصوت مرتفع use a tape recorded during lectures instead of taking notes تيجب من أنهم يسجلوا محاضرة لبدل أنهم يخذوا النقاط الأساسية discuss the ideas verbally with a friend or small group تيجب من مناقشة الأفكار مع شي صديق أو لا مع شي مجموعة recite information over and over to better memorize material تيجب من أنهم يبقوا ويقرأوا ويعودوا ذاك المعلومات باش يتسهل في الحفظ visual learners هذي visual learners المتعلمين البصري like to read or observe تيجب من القرأة أو للملاحظة يعني الداخلة حسة نظر learn better from maps من الخرائط pictures diagrams and color prefer seeing the teacher's body language تيفضلوا شوفوا لغة الجسد تعال أستاذ and facial expression لكي لعبارة الملامح تعال الوجه المعبرة to fully understand باش فهم شكل كامل usually take detailed notes تيخذوا هذي نوت بكثرة with details use color to highlight important points in text or notes تعمل تعال ألوان تيكون واريد عندهم illustrate ideas as a picture and use mind maps تيستعملوا الخرائط الدينية make charts graphs and tables in their notes participate actively in class can static learners هما المتعلم الحركيين need they need to touch handle manipulate materials and objects يعني تيكونوا تعجموا انهم يخدموا يديهم ويحسوا بدك شي تيديروا take frequent study breaks and vary their activities انشيطة ديارهم تعلوم الحفظ تيكون متنوعة use bright colors to highlight reading materials تيستعملوا الأنوان باش to highlight reading materials ذاك شي الاساسي مثلا مثلا تيسترولي ولا تيجروب الأنوان مختلفة وهذي نقطة تشابه مع visual learners visualize complex projects from start to finish before beginning تيما ما تيتخيلو مثلا عندهم شي presentation تيخيلوها كيف تبدأ كيف تنتاهي remember best by writing things down several times يعني تيحاولوا عندهم القدرة على التذكر من خلال كتابة الأشياء ويعادة كتابتها لمرات عديدة أتمنى لكم التوفيق reading looking at pictures and charts watching films videos and demonstrations are always that you can learn new information يعني مشاهدة الأفلام صور هذو وسائل اللي نقدرو نتعلموا منهم معلومات جداد هالشي بنسبة المتعلمين البصريين visual learners tend to understand the professor's lecture better if they read a text chapter ahead of time يعني بالنسبة لهذا المتعلمين البصريين غالبا تيفهموا على ثبيل المثال المحاضرة ديال الأستاذ إلا قرأوا ذك الشي اللي عندهم قبل ما يمشوا المحاضرة يعني ذك الدرس اللي عندهم قبل مشوا المحاضرة قرأوا عاد مشوا المحاضرة تيتعلموا بشكل أكتر بالنسبة لهذا المتعلمين البصريين يعني هالشي ديال نوت تيكين ستراتيجيز وهذا أوتلاين والماب اللي تيدرون في المراجعة والحفظ تيخدموا لهم مزيان تيكون مناسب للتعلم بالنسبة لهذا الفئة think about how you study for exams you probably reread your text and lecture notes and rewrite your notes يعني فكرة تتقرأ وتتوجد الامتحانات في غالب الآن تتكون تتقرأ وتتقرأ ذاك الناص وتتقرأ هذوك notes لدي المحاضرة كامل During an exam you may be able to see the correct answer in your imagination يعني وفي فترة الامتحان أو في أثناء الامتحان تقدر تتخيل هذوك الأجوبة في دماغ ديالك في الدين أو المخيلة ديالك Have you ever closed your eyes and pictured the information on the textbook These are all strategies popular among visual learners يعني قاعد شي اللي شفنا دابا هاد تخيل تعلم المعلومات تستحضروا من هار الامتحان وهاد الصفات تكونوا خاصين بهذا الفئة ديال المتعلمين الفئة البصرية Auditory learners دلوك غنهضروا المتعلمين السمعيين Auditory learners learn best by hearing information بالنسبة المتعلم السمعيين فأفضل طريقة عندهم دية التعلم هي عن طريق الاستماع للمعلومات Unlike the visual learner they prefer to go to the class and listen to the lecture before reading the text they study in class يعني الفكرة تقول بأن على عكس المتعلمين البصريين تيفضلوا أنهم يمشوا القسم ويسمعوا المحاضرة قبل ما يقرأوا ذلك الشيء التي تشرح فيها They can understand the text much more easily after hearing the professor's lecture وتقدروا يفهموا المحتوى المحاضرة بشكل أفضل من بعد الشرح ديال الأستاذ أو للسماع الشرح للأستاذ Reading text passages out loud is also used by Auditory learners يعني النوع تعال القراء التي يقرؤ بصوت مرتفي كدلك سيكون هذه الخاصية عند Auditory learners Discussing the course material Asking and answering questions and listening to the study notes on tape are some strategies that Auditory learners use يعني هذا النقاش تفش نقش الموضوع تعد دارس يسول ويجاوب على الأسئلة وتتسنطل هذ study notes on tape كان في البط طالب التي يفضل أن يمشي لفاك ويخدم تليفون يسجل المحاضرة كاملة وتيجي للدار وتيعود سنطلع هذ Auditory learners They may find that they can actually hear the professor's lecture when they try to recall the specific point they need to answer a test وبعد المرات يوقع لك أن تتخيل الصوت على الأستاذ ذي لهم فش يكون يخدم من على شي متحان وتتخيل الصوت على الأستاذ تيقول الإجابة عند يزول المتعلم الأخرين اللي هما learners هذ المتعلم الحركي They learn best by doing things تيتعلم أفضل فش تكونوا engaged in doing something They prefer tasks that allow them to touch and feel وقال أش طلي في الأكتيفتيز اللي في هم مثلا اللامس والإحساس ويكونوا completely engaged تعجبوهم وتتعلموا فيهم أكتر كال static learners learn well from doing experiments taking self tests or replicating the tasks they will later have to perform in the testing situation وتتعلموا كذلك بشكل كبير من التجارب التي تديرو مثلا بحل الماط أو علوم الحياة والأرض أولا من taking self tests الاختبار الاختبار التي تديرو لدات نفسهم أو لا من تكرار the tasks بحل أنواع الأسئلة التي قدروا تحط في الامتحان على شكل تماني تابقوا يديروهم ويعاودوهم The Canistatic learners also learn well from making up flash cards as well as from the action of self testing وكذلك بعض المواد التي نقدرون في الساعة مفيهم مثلا ال flash cards كل معلومات نقدرها في كارد بوحدها ونحفظ كل حاجة على حدة وكذلك من الaction من هذه العملية تق self testing اختبار الات ودركوا نشوفوا الصفات العامة متع كل اسلوب من هد الاساليب تعلو ترجمة نانسي قنقر